كانت هذه مشاهدين الكرام هي الأجواء في المساء في مدينة العالمين الجديدة أما عن الأجواء الآن والمزيد من فعاليات المهرجان في مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية أن تصف لنا الأجواء لديك وكيف هي الأجواء في هذا الجو؟ أرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة لازم نتابع معكم هذه الأجواء المبهجة المستمرة في كل المناطق المختلفة في مدينة العالمين الجديدة والتي تستضيف فعاليات مهرجان العالمين الآن أتواجد في المنطقة الشاطئية وربما أرى الآن الاستعدادات التي تتم الاستقبال عدد من الفعاليات اليوم أولى هذه الفعاليات بالطبع ستكون للفرقة الإسماعيلية القومية للفنون الشعبية التي ستقدم عدد من فقرات الفنون الشعبية والطنورة اليوم في أجواء مبهجة تستمر على مدار أيام المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للكدمات الإعلامية ودائما ما يعني طلاق هذه الفقرات الفنية إقبالا جماهيريا كبيرا خاصة يعني في مساء هذا اليوم سيكون هذا الإقبال الذي يتزامن مع الاستعدادات الأخرى التي تتم لمشاهدة مباراة مصر وفرنسا في الأولمبيات وربما يتم الاستعداد الآن لتجهيز المنطقة الخاصة بالشاشة والخدمة المجانية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمتابعة المباراة اليوم وبالتأكيد كل التوفيق والأماني للمنتخب المصري بالفوز اليوم في الأولمبيات وبالتأكيد سنتابع معكم الأجواء المبهجة التي ستكون في مساء هذا اليوم فيما يتعلق بالفنون الشعبية وفرق الفنون الشعبية التي ستشارك في فعليات اليوم ربما أيضا أتبع استمرار الفعليات الخاصة بكرة الطائرة الشاطئية واستمرار عدد من الفرق التي تمارس هذه اللعبة على شاطئ مدينة العالمين الجديدة بالإضافة أيضا إلى الاستعداد للانتهاء من التجهيزات الخاصة بمهرجان نبتة الذي سينطلق في الخامس عشر من أغسطس الجاري وربما أيضا أرى بعض الخدمات التي تم إضافتها هنا في المنطقة الشاطئية سواء الخدمات الخاصة بالبريد المصري أو حتى التجهيز لبعض المعارض التراثية والفنون التراثية الخاصة بمعارض وزارة التضامن الاجتماعي أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتراهية الصغر فبالتالي كل الخدمات موجودة الآن في المنطقة الشاطئية وتقدم خدمتها للزائرين نتحدث أيضا عن استمرار الخدمات الصحية الخاصة بشارع الخدمات الصحية وربما أيضا كنت أرى اليوم توافد عدد من الطلاب من مختلف الجامعات استمرارا للتعاون الذي يتم بين وزارة التعليم العالي والشركة المتحدة وأيضا الوزارات المعنية مثل وزارة الشباب والرياضة وأيضا الشركة لاستقبال أفواج الرحلة اليوم الواحد لاستقبالهم واستضافتهم لمشاركتهم في فعاليات مهرجان العالمين المختلفة سواء كانت الفعاليات الرياضية أو حتى الفعاليات الفنية أيضا اليوم المدينة التراثية ستستضيف أحد العروض الموسيقية الهامة في المصرح الروماني الذي لا زال يستقبل يوميا بعض الحفلات لبعض الفرق المختلفة الفنية التابعة لوزارة الثقافة ربما اليوم أيضا يتم كل أسبوع في يوم الاثنين بعض حفلات الأندر جراوند والراب بوجودهم في المصرح الروماني واستحضور جماهيري كبير يكون على هذا المصرح إذن مدينة العالمين الجديدة أصبحت جاذبة لأكبر عدد من السائحين ومن الزائرين لاستضافتهم في هذه الأيام في مهرجان العالمين الجديدة للاستمتاع بكل الفعاليات المختلفة التي بالتأكيد سنتابعها معكم على مدار اليوم وكل ما يخص فعاليات مهرجان العالمين الجديدة بطبع محمود هي مدينة بالفعل جاذبة للسائحين المصريين والعرب والأجانب وأيضا لها سحر خاص شكرا لك وسنتابع معك دائما وزملائنا في مدينة العالمين الجديدة ما يدور من كواليس على أرض الواقع هناك شكرا جزيلا لك شكرا لك